تكونوا بالشأن الأمني سبعة أشهر فقط بعد محاولة إغراق الجزائر عشرية شهر رمضان الماضي بأزيد من مليون ونصف مليون قرص مهلوس ها هي المصالح المختصة للأمن الوطني تخترق أيضا شبكة أخرى من شبكات الإجرامية الدولية المختصة في الاتجارة غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية حيث تمكنت خلال أربعة أيام الأخيرة على مستوى ولايتين الجزائر العاصمة وتمن رصد من ضبط مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف وأربعمائة وثمانين كبسولة من المؤثرات العقلية وكيلوغرام أو أزيد من كيلوغرام من الكوكايين بقيمة مالية فوق مائة مليار سنتيم مع توقيف خمسة وعشرين شخصا مشتبه فيهم من بينهم إمرأتين واسترجاع ثماني مركبات وشاحنتين وثلاث دراجات نارية العملية الكبرى نفذتها مصالح الشرطة القضائية المختصة لكل مينارويبة في العاصمة وتمن رسل الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للقبة والمعطيات الخاصة بهذه الشبكة الإجرامية الدولية وضعت تحت تصرف المصلحة المركزية لمكافحة التجارة غير المشروع بالمخدرات